تكرارا لصورة لا تقل قتام عن سنوات مضت بانتخابات تهيمن عليها أحزاب ميليشيوية تختلف هذه المرة عن سابقاتها قليلا فقادة الميليشيات هم أنفسهم يقتحمون المشهد السياسي في العراق الذي يتهم متصدروه بعضهم بعضا باستخدام أذرعهم العسكرية لتصفية الحسابات متى مقتضت الضرورة ولضرورة المرحلة أيضا وبعد ثلاث سنوات من حرب طاحنة أهجرت مدنا ودمرت أخرى استدر أمراء الحرب الجدود نحو المنطقة الخضراء وقراروا ارتداء ثوب نواب البرلمان من خلال انتخابات وعد رئيس الحكومة بعدم مشاركة أي شخصية عسكرية فيها كلام العباد سرعان ما تبخر مع إعلان جمع من زعماء ميليشيو الحشد استقالات متتالية من مناصبهم داخل الهيكل التنظيمي للميليشيا واعتزامهم خوض الانتخابات عبر ما عده البعض التفافا على قانون يحضر مشاركتهم وتفنيدا لوعود الإعباد بشأنها ومع دنو موعد الانتخابات بات الأمر جليا أكثر بل وأصبح واقع حال فقد كشفت صحيفة العربي الجديد عن حصول 62 مسؤولا من ميليشيا الحشد على الترخيص القانوني المطلوب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مطلع أيار المقبل نهيك عن المصادقة على 11 حزبا وحركة جديدة شكلتها الميليشيات للغرض نفسه الصحيفة أكدت نقل عن مسؤول حكومي أن الصفة المدنية التي يحاول زعماء الميليشيات إضعفاءها على أنفسهم لا تقرب من الحقيقة شيئا فهم ما زالوا على رأس ميليشياتهم ولم يتركوا العمل المسلح كهادي العامري وأوسي الخفاجي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وأحمد الأسد وغيرهم محذرا من أن أولئك الأشخاص سيكونون زعماء ميليشيات وسياسيون في نفس الوقت وبين منطق والعرف السياسي فإن اليد الحاملة للسلاح الخاضعة لسلطة الدولة لا يمكنها بأي حال من الأحوال المشاركة بصمع القرار السياسي فكيف ببلد مثل العراق لا يخضع حملة السلاح فيه إلى سلطة دولة أو قوة قانون